بعد توتر وفوضى أمنية هدوء حذر خيم على مدينة كاركوك بعد أن أعلنت السلطات الحكومية رفع حضر التجوال الذي فرض لمدة 24 ساعة في المحافظة عقب الاضطرابات التي شهدتها المدينة وأدت إلى مقتل أربعة محتجين بالرصاص وسط اتهامات لميليشيات الحجد وميليشية بيكاكي بالمسؤولية عن التوتر الأمني في المحافظة بحسب نواب في البرلمان هذا التوتر الأمني في التأميم عكساً قساماً بين قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران والمسيطرة على حكومة السوداني التي تشكلت بموجب اتفاق مع حزب برزاني في وقت أبدت أوصات واسعة خشيتها من تداعيات لا تحمد عقبها على مسار حكومة السوداني لتكون أمام خيارين أحلاهما مر إما تطبيق بنود اتفاقات تشكيل الحكومة ومنها استعادة الديمقراطي لمقار ما سيولد مشكلات داخل قوى الإطار أو التسويف في التطبيق وهذا أيضاً لن يتقبله حزب برزاني بسهولة وأن اضطر إلى التعامل مع الوضع كأمر واقع فأن ذلك لا يعني أنه سيسمح للقوى المنافسة بفرض نفوذها المطلق على المحافظة لأسيماً مع قرب انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي والانقسام الحاد الذي يسود بين الحزبين الديمقراطي ونظيره الاتحاد الكردوساني ما شهدته محافظة التاميم دفع كتلاً سياسية إلى تحميل حكومة السوداني المسؤولية بسبب ما سمي بورقة تشكيل الحكومة وما تضمنته من اتفاقات بينما حذرت كتلاً أخرى أبرزها الكتلة التركمانية النيابية من وجود عناصر مسلحة تابعة لإيران تحاول إشعال الفتنة في المحافظة التوتر الأمني في مدينة كاركوك يعكس طبيعة الصراع السياسي على المكاسب والنفوذ ويهدد بنسف الاتفاقات بين أربيل وبغداد لا سيمع مع دخول ميليشيات الحج وميليشيات بيكاكا على خط الأزمة وما تهديد الخزعلي بعودة ظاهرة الجثث في شوارع كاركوك إلا دليل وشاهد على ذلك ترجمة نانسي قنقر